السلام عليكم السلامة ثالثة يا رب تكونوا بخير أنا مريم عشرب ان شاء الله نتكلم فى المحاضرة دى عن الميل انفرتيلتي كابل ول Preparaш secondo محاضرة اوضح شيثام الفرق مابين انفرتيلت وحجه يسمى لستيريليتي لستيريليتي دا اللى هو العكم برضو لكن ان ... الفرق مابينهم الستيريليتي دا عكم On-Treatable Cause يعني ما بيتعالكش لكن الفارق الذي يكون فى المحاضرة يتريتمنت بتاعه اي تمام تمام اه هنبدأ بقى اقول هنكلم على ايه في المحاضرة نتكلم هو عبارة عن جزئين جزء الاولين نتكلم عن حاجات النورمال وبعد كده الجزء التاني الحاجة الابنورمال اللي هو عنوان المحاضرة الاساسي اللي هو الميل انفرتيليتي وازاي اعالجه وهن يعني ايه هنشرح شوية باستفاضة قوز واحد بس من الانفرتيليتي اللي هو حاجة اسمها فاريكوسية تمام كده طيب اول حاجة النورمال اه ميل جينتل سيستم ده ازاي السايكل بتمشي وكده المكوناته اول حاجة بتتكون من ايه بيتكون من تيستيس التيستيس دي تفيع من فوق كده حاجة اسمها البربخ او الايبديديمس خارج منها الانبوبة اسمها الفاس ديفرنس وبعد كده الفاس ديفرنس دي بتصب هنا كده في حاجة اسمها سيمينال فيسيكل وسيمينال فيسيكل اللي اتنين بيتقابلوا وبيعملوا في اليوريسرا بيتقابلوا وينزلوا في اليوريسرا لحد ما يخرج اللي بيخرج هو الاسبيرن طب الاسبيرن ما بتبدأ تتكون فيه متبدأ تتكون في التيستيس عشان كده هنبدأ نتك يتسلم على السبرماتوجينيسد يعني سبرماتوجينيسد يعني عملية تصنيع الليسبيرن يبقي لما يجلي يمسك ويقول لي المكونات تحصل فيه تحصل في التستس يبقي تاني هي مكونات الميليجال انتر سيستم يقوم من تستس وبعد كده فيه فوقيها كده والابدادامس وبعد كده خارج منها الباس ديفرنس وبعد كده وينزله ويجمعه في اليوريسر تمام كده تمام نيجي بقى لعملية السبرماتوجينيسد اللي احنا لسه قلنا الاسبرماتوجينيسيس ديت فيها عمليتين حاجة اسمها الاسبرماتوجونيوجينيسيس وحاجة اسمها الاسبرميوجينيسيس يعني ايه اللي انتي بتقوليه ده هنوضح دلوقتي اول حاجة عندي حاجة اسمها الاسبرماتوجونيا الاسبرماتوجونيا يعبارة عن خلية فيها 2N تمام؟ بتبدأ انها يحصلها انكسام ميتوزي وتكون برضو 2N حاجة اسمها برايماري اسبرماتوسايت وبعد كده انكسام ميوزي اول ويكون لي حاجة اسمها سكندري اسبرماتوسايت وانكسام عيوزي التاني كمان مرة ويكون لي حاجة اسمها سبرماتيد يبقى احنا نقب في حد الاسبرماتيد اللي فيها ان دي يبدأ بقى بعد كده مش هتنقسم ولا يحصل فيها اي حاجة يحصل بس حاجة زي ما تيوريش يعني هيكبر في الحجم ويبدأ يطلع له ديل يطلع له راس زي الشكل الموجود ده ويبدأ تتشكل في هيئة الاسبرم الخطوه دي اسمها اين هي دي بقى اللي اسمها سبرميوجنسز يعني انا دل وتي كونت الاسبرю تمام كده اما كل اللي فوق ده اسمه ايه السبرماتوجنيو جنيسز يعني انا بدأت وأتكون ت 911 يكونت الرايمة السبرماتوسايت وبعد الكم 10 الموضوع الاسبرماتيد لحد هنا كده دي العملية الاول stump وقوق الدرم الاسبرمو الجنيسز بعد كده السبرميوجنيسز ابتديت انا انا شكل بقى الاسبرماتايد ليه الايه للسبر تمام كده طيب نقرأ اللي انا قلته اول حاجة قلنا فيها الاسبرماتوجينيسيس برماتوجينيسيس دي عبارة عن ايه دي عبارة عن كومبليكس ديفرانشيشن بروسيس بيحصل ايه بيحصل فيها ان الفول نمبر كرومزوم اللي هو تو ان بيبدأ لما تنقسم يتحول الى ان اللي هو الهابلويد نمبر تمام كده في صورة الاسبرماتوز هو تمام بعد كده قال لي هنا معلومة ان البروسيس دي بيبقى فيها طبعا بيو كيميكال وفيها سروكشل الشنجز روكوير الاكتيبيشن افلارج الري جي يعني علشان الحاجة تي تحصل بتبقى فيها الري من الجينات هي المسؤولة عنها يعني هي الري من الجينات يعني سيكويل او رينج معين من الجينات هي المسؤولة عن العملية دي تمام كده طيب وفيه برضو معلومة الهالي ان الاسبرماتوجينيسيس بتحصل فيه بتحصل في البيو بيرتي تمام طيب ده بقى لانا بقوله ان الاسبرماتوجينيسيس ابتدأت تنقسم لعمليتين اول حاجة الاسبرماتوجونيوجينيسيس دي الحاجة الاولى ان انا ابتدأت من الاسبرماتوجونيا كونت الاسبرماتوسايت وبعد كده كونت الاسبرماتيد اما الاسبرماتيد لما يجي تحول الاسبرم العملية دي اسمها سبرميوجينيسيس تمام كده تمام بعد كده ابتدينا ان احنا ناخد السيمين اللي طالع دوت بعد ما تكون فيه التستيس وبدأ يخرج من هنا ويتجمع فيه اليوريثرا ابتدت ان انا اخد سبيرمز والذا دوت وابدت ان انا ايس واقول اه الحاجات الموجودة فيه اول حاجة لقيت ان الفوليم بتوع عبارة عن 1.5 ملي تاني حاجة عدد السبيرمز الموجودة فيه هي 15 ويميار بي حاجات للدراب بقى 15 مليون في 1.5 ملي علشان توصلي العدد الموجودة في العينة اللي معاكي. طيب بعد كده عندي قال ان انا العينة اللي معايا لو انا جيت بسيط فيها هلاقي نصها تقريبا بيتحرك في خلال ساعة. يبقى المطايل سبيرم وزن وان اور وعبارة عن خمسين في المية. واربعة في المية منهم دول عندهم ابنورمال فورم يعني مش زي الشكل الطبيعي اللي انا عارفاه لوه بيقوم من هات وبيقوم من سنتر هنا وتيل وكده لأ مش زي الشكل اللي انا عارفاه خالص. طيب البي اتش بتاعته عبارة عن ايه من سبعة الواحد لتمانية يعني القلائم مهمة جدا في الامس كيو برضو. طيب بعد كده في حاجة اسمها الليكويفاكشن طايم يعني ايه الليكويفاكشن طايم. انا عند الوقت السيمين دوت الحالة الطبيعية بتاعته ان انا اول ما خرجه هلاقيه ان هو زي جيل كده. تمام? ولما يجي يدخل فيه بيبدأ ان هو فيها شوية انزيمات بتبدأ انها تحول الجيل ده لحاجة لكويد علشان يبقى سهل ان هو يدخل ويعمل والعملات اللي احنا عارفنا. تمام? طيب انا لو سبته برضو لو خربته و سبته كده في الجو الواحده هيحصله فيها آآ قل لي خلال عشرين مينت هيحصل له من الجيل من الحالة الجيل لحالة ايه؟ تمام كده؟ تمام. يبقى انا برضو عشان ما نطلق بطش اتكلمني عن الجينتال سيستم بتكون ازاي؟ وبعد كده عملية السبرماتوجينيس اللي بتحصل بها تستس وبعد كده خدت السبرم دوت والسيميل اللي طالع وبتديت اقول البرامترز اللي موجودة فيه تمام؟ بعد كده حاجة فيه حاجة بتقول لي اللي هي الهرمونة الكنترول اوف السبرماتوجينيسس يعني ايه؟ يعني علشان يحصل عملية السبرماتوجينيسس لازم يبقى فيه رايس هو اللي متحك الرايس دوت اسمه فيها الهايبوسالمس دي غضة كده موجودة فيه في المخت دي اسمها هيبوسالمس بتدي اوامر للقل منها اسمه بتيوتري وبعد كده البتيوتر تدي اوامر لمين للتستس يبقى احنا ماشيين كده هيبوسالمس بتيوتري تستس يبقى الشمتي دي اسمها ايه؟ لما قولوكو الطريق دي اسمه ايه؟ اسمه فيها هيبوثالاميك بتيوتري تستيكولان أجزز اتش امي تي اجزز . يعني انه ايبيوسالمس يطلع منها هرمون يروح عالبيتوتري وتلع منها هرمون تروحها تستس تقولها يلا اعملي سبرماتوجينيسس دلوقتي حالا تمام الهايبوسالمس بقي بتطلع هرمون اسمه ايه؟ اسمه فيها الجونادو أوتروبين ريليزنج هرمون Jونادو ترمعون ريليزنج هرمون تبدأية يروح على البتيوتري. تقول البتيوتري يلا تطلع الهرمونيات بتاعتك. تطلع مين? تطلع ال LH والFSH اللي احنا عارفينه. تبدأ الاتنين دول يروحوا على التستس. كل واحدة لها تأثير على خلية معينة جوه التست. يعني مثلا دكت سيكشن في التست. التست دية فيها نوعين من الخلية. فيه نوع اسمه لايديكسل وفيه نوع اسمه سيرتوليسل. هنعرف كل واحدة فيهم بتعمل ايه? ولما ال LH يروح يعملها استيميليشن هتعمل ايه? خلينا بس في المهمة عندنا دلوقتي. لانا عندي الهايبوسالمس هتطلع جوناديوتروبين ريليزنج هرمون يروح على البتيوتري. تقول لها طلع ال LH والFSH. ال LH والFSH اللي اتنين دول مهمين جدا في عملية الاسبرماتوجينيز. طيب بعد كده انا مش عايز الوقت اعمل الاسبرماتوجينيز سيبدأ اعمل فيها ايه? حاجة اسمها نيجاتيب فيدباك. يعني ايه نيجاتيب فيدباك? يبدأ بقى بعد كده الهرمون اللي طلع هنا اللي هو تستستيرون يبدأ يرجع فوق على الرئيس بتاعهم سواء كان فيها البتيوتري او سواء كان فيها الهايبوسالمس ويقول لها بطلي الهرمونات دلوقتي انا مش عايز اعمل الاسبرماتوجينيز دلوقتي. تمام كده? تمام. نقرأ الكلام اللي احنا قلناه. قلنا اول حاجة الاسبرماتوجينيز كنترول دسرو ايه. الاجزز بتاعي اسمه ايه? اسمه فيها هايبوسالمك بتيوتري تستيكولر اجزز. تمام? بيطلع منها بلستايل سيكريشن. يعني ايه بلستايل? يعني السيكريشن بتاع الجوناديوتروبين ريليزنج هرم الهرمون اللي بتطلعه ده في صورة نبضات اللي هو تطلع تيك وبعدين تستنى شوق تيك وتطلع تاني. وهكذا. طب الجوناديوتروبين ريليزنج هرمون ده يبدأ ان هو يروح فين? يروح بقى بعد كده على البتيوتري جلاند. ويقول لها تطلعي فيها الـ LH والFSH تمام. نيجي بقى للاهم عندنا ان الـ LH بتروح تعمل ايه? بتروح تأثر على التستيس زي ما احنا عارفين بس على انهي خلية على خلية موجودة في تستيس اسمها اللايدج سيل. حتى L و L. يبقى الـ LH بتأثر على اللايدج سيل. طيب بعد ما تروح على اللايدج سيل بقى اللي موجودة جوا تستيس تقول لها ايه? تقول لها تلعي تستيس تيرون. طيب التستيس تيرون هيعمل ايه? قال لي هيعمل الانشيات اند منتين لعملية الاسبرماتوجينيسز اللي احنا قلناها في الاول خلص. يبقى مين اللي مهم علشان ياخد اول زقة هو الـ LH. ده مهم جدا. يبقى ما فيش عملية الاسبرماتوجينيسز مش هتبدأ الا بوجود الـ LH. لان الـ LH بينزل على اللايدج سيل الموجودة جوا تستيس. ويقول لها تلعي تستيس تيرون. وتستيس تيرون ده مهم جدا عشان يبدأ العملية وكمان منتين انسيليها. طيب. امالي FSH ده بيأثر على خلية اسمها ايه? بيأثر على خلية اسمها السيرتولي سيل. السيرتولي سيل دي مهم عشان ايه? عشان تعمل فيها ماتيوريشا للجرم سيل. يعني ايه ماتيوريشا للجرم سيل? اللي هي عملية اللي هو خلاص اللي هي تشكل بقى ويبقى في الاخر يكبر. مش انشي ليس فاستيس خالص. بس هو مع انه هو يساعد على الانشياد من نسبة بسيطة. بس هو الاساس ان هو بيساعد على BGC. عن طريق حاجتين. اول حاجة بيطلع حاجة اسمها الاندورجين بايندين بوروتين. من سيرتولي سيل دي خلاها تطلع الاندورجين بايندين بوروتين. وكمان تكون حاجة اسمها الـ Blood Testes Barrier. يعني اول حاجة بتجيب له المواد الغذائية بتاعته. تجيب له فيها الاندورجين اللي هو الهرمون برضو. وتقول له يلا انا جبت لك كل حاجة عندك. هو يلا اكبر بقى. تمام كده? تمام. بعد كده قال لي ان هي برضو مهمة علشان تعمل انشيات ومن تاني الاسبرماتوجينيس زي الـ LH برضي يعني هو برضو مهمة شوية زي الـ LH بس الاساسي هو الـ LH. تمام? ولما تحفز سواء كان فيها الـ LH والـ FSH بيحافظه تستيستيرون. لما اجيب التستيستيرون فيه السيمن هلا يتركيزه عالي جدا من 20 ل 100 مرة اعلى من الدم. تمام كده? تمام. بعد كده بيقول لي هنا. Once الاسبرماتوجينيس is initiated. يبدأ التستيستيرون هو الوحيد المسؤول عن ايه? مش ليسا قلين الكلام ده ان التستيستيرون هو الوحيد المسؤول عن الانشيات ومن ثاني للعملية بتاعتي. تمام كده? تمام. بعد كده عندي هنا برضو معلومة بيقول لي ان في حاجة اصلا في العملية بتاع الاسبرماتوجينيس ده في حاجة اسمها ابوكتوزيس. ابوكتوزيس يعني ايه? يعني الخالية ممكن الواحدة تلاقيها مرة واحدة وهي بتتكون اما تجيه واحدة نفسها وراح يتنتحر. وشائعة جدا انها تحصل. طب مين اللي مسؤول بقى ان هو يمنع الانتحر اللي بيحصل ده هو ال FSH. يبقى ال FSH دوت. عن طريق ان هو يعمل فيها بريفينتنج لأي خالية هتنتحر يقول لها لا استني عندك ما تنتحرش. تمام كده? تمام. وهنا برضو قال لي ان الجونادوتروفين سواء كان فيها ال LH وال FSH برضو بتعمل صبورت لعملية الاسبرماتوجينيس عن طريق ان اللي اتنين برضو بيبدأ ان هو يقلل يعني برضو اللي اتنين لهم دور بس الاساسي هو ال FSH اللي هو يمنع الانتحر. وزي ما كان ال LH هو الاساسي في ان هو عمل انشيات ومنتين ليه الاسبرماتوجينيس. كده خلاص خلصنا حاجة اسمها الهرمون الكنترول الف سبرماتوجينيس. تاني سريعا قلنا ان من الهايبوسالمس. هتطلع جوناديوتروفين ريليزنج هرمون. تروح على البتويتر جلان. البتويتر جلاند تطلع LH و FSH. تروح على التستس. سواء كان ال LH اللي هتأثر على لايديكسين او FSH اللي هتأثر على السيرتولي سيم. تمام كده? وقلنا مهمة كل واحدة فيهم كل واحدة فيهم اساسية في ايه? ده الجزء الاولاني عندي من المحاضرة. كلمنا عن النورمال والمالجينتال سيستم بيتقون ازاي? والتستس بيطلع الاسبيرم وبيطلعو ازاي? وعملت الاسبرماتوجينيس. وبعد كده لما يطلع بناخد السيمن وقلنا بنقيس السيمن يبقى النسب اللي موجودة فيه والبراميترز اللي موجودة فيه. وبعد كده بتدينا نتكلم على الهرمون الكنترول. نيجي بقى للجزء الابنورمال عندي. في شوية ديفينيشنز برضو الاول لازم نعرفها. قبل ما ابدأ اي لديدفينيشن بس فيه حاجة كده يعني معروفة واساسية ان هايبر وهايبو ده معناها زيادة ونقص في الحجم. في الفوليوم. لكن بوليو واوليجو معناها زيادة ونقص في النمبر في العدد. يعني اين؟ يعني لما يجي يقول تدفينيشن بتاع الهايبو اسبرميا. ده معنا ايه? هايبو يعني نقص. وقلنا هيبو هايبر خاصة بالفوليوم. يبقى ده معناه نقص الفوليوم بتاع ال skal. قال مش احنا قلنا النورمال واحد ونصف قال لي لا ده هنا اقل من واحد ونصف طب بالنسبة للهايبر قال لي الالجيكويت بوليوم بيبقى اكتر من خمسة ملي يعني لما جايس ولي ايه خلاص اكتر من خمسة فده معناه انه هو هايبر اسبرنيا امال يعني ايه اوليجو دوت يعني صفر يعني اه يعني اه سوري اوليجو ده يعني انا لغبط في حاجة اوليجو ده قلنا يعني الوليل في العدد اوليجو ده قلنا نورمال العدد يكون فيها خمسة واشر مليون قلجو اقل من خمسة واشر مليون لكن بولي ده اكتر من متين وخمسين مليون بعد كده في حاجة اسمها الازينوزوزبيرميا يعني كراؤوها انتو بقى المهم يعني ازينوزوزبيرميا ده معناها ان مافيش حرق يعني او الحرقه بتاعتها ضعيفة جدا تمام كده تمام لكن يعني ايه نكرو نكروزوزبيرميا يعني حاولوا انتو تقسموها ده معناها ان كل السبيرميا اصلا نكرو دي جاي من نكروزيس نكروزيس دي يعني خلايا ميتة فنيكروزوزبيرميا دي معناها ان كل السبيرميا خلاص ماتت تمام كده تمام في حاجة اسمها الازينوزبيرميا دي اصلا يعني دي نفي يعني مفيش اصلا ايجاكوليشن مفيش اللي هي عملية الانتصاب عشان يطلع علي بعد كده السيمن فما فيش اصلا متحصرش من اساسه ومال يعني ايه اازوزبيرميا دي يعني العدد بقى اللي موجود جوه السيمن عدد السبيرمز اللي موجودة جوه مفيش اصلا لكن فيه حاجة اسمها تراتوزوزبيرميا دي معناها تراتو دي جا من كلمة تراتوجينيستي فاكرين اللي هو اللعيب خلوكي او كده فتراتو دي معناها ان الاسبيرمي هلايين الشكل بتاعها مزاي الشكل اللي انا عارفينه تمام كده تمام يبقى انا عندي دلوقتي حاجة اسمها هيبو هيبر يعني زيادة ونقص في الفوليوم اوليجوبولي يعني زيادة ونقص في العدد الاسينو او الاسينوزوزبيرميا دي معناها حركة والنكرو يعني خلايا ميتة وقلنا اسبيرميا يعني مفيش خالص ايجاكيواشن خالص لكن ايزو لا فيه ايجاكيواشن بس ماكوش سبيرماتوزوه والتراتو قلنا ان هي فيها ابنورمال فيوتر طيب نبدأ بقى اول حاجة عندنا حاجة اسمها الميل انفرتلتي يعني اي ميل انفرتلتي قلنا يعني لقوتنا فيه الرجاء طيب يعني اللي او ايه انواعه او ايه الديفينيشن بتاعه الديفينيشن بتاعه انه هو الاسمهالي في الديفينيشن انه هو ممكن يكون برايمري وممكن يكون سكانت والله ده هو ايه اتجاوز وبعديها مثلا لازم بعديها بسانه بسانه كاملة من الانبروتكتد انتر كورس ومخلفوش ساعتها اقول انه ده انفرتلتي يبقى فيه شرطين اول حاجة انه يكون بعديها بسانه تاني حاجة انبروتكتد انتر كورس يعني ما يكونش مثلا هي بتاخد حبوب منع الحملة او هو مثلا بيبقى بمركب برضو حاجات فما ينفعش اي حاجة من الحاجات دي لا الانتر كورس بتاعي سليم وعد عليهم سنة فدا معناها انه هو انفرتلتي طب مال ايه ساكنداري لا ساكنداري دول ان هما خالص خلفو اصلا وجابوا مثلا اه طفل او طفلين ولكن بعديها ما بقاش فيه تاني اه 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 حمل فدا معناه او 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 مفيش حمل يبقى ده معناه اللي هو ساكنداري انفرتلتي يبقى ده الفرق ما بين برايمري دول ما جابوش اطفال خالص لكن ساكنداري لا جابو اطفال بعد كده بتبدا يحصل فيها انفرتلتي طيب يجي بعد كده نتكلم على الموضوع ده المنتشر قديه قال لي من كل سكس قبل في منهم وان قبل على الاقل مصاب بالانفيرترتي ده دي نسبة كبيرة على فكرة تمام طب السبب هل هو ميل ولا في ميل قال لي نسبة السبب ان هو يكون ميل 30% والفي ميل 20% يعني كله الميل والفي ميل مع بعض نسبتهم يكونوا كام 50% تمام معين النسبة دي بتتغير اصلا وبيبقى على حسب كل سنة ودلوقتي اصلا هو الميل هو اللي نسبته اكتر بس هو الكتاب قال كده تمام طيب يبقى احنا كلمنا definition وكلمنا prevalence بعد كده نتكلم عن اسباب الميل infertility علشان يصل الميل infertility سببه يا اما يكون obstructive يا اما يكون non obstructive يعني ايه obstructive يعني حاجة جات صدد طريق فاكرين طريق اللي احنا قلناه انه هو التستس هيطلع من يطلع من وبعد كده وبعد كده ينزل في اي حاجة من دول بقى تسدد وسامعوا اي حاجة من المكانت اللي انا قلتها ممكن يكون اول حاجة ممكن اللي هو البربخ اللي موجود على تستس او ممكن جوة تستس ذات نفسها او ممكن جوة او ممكن يكون جوة اللي هي اليوريسرا في الاخر تمام كده اي حاجة من في دول حصلها obstructive فدوت طبعا cause طيب non obstructive ايه سبب اللي ممكن يصل infertility مع ده حاجة صد الطريق مش ممكن يكون هرمونال مش احنا لسه متكلمين مين على هرمونال طيب بس قبل ما نقول هرمونال هو هنا اسمهال يا اما يكون فيها حاجة اسمها breed sticular cause يا اما يكون sticular cause يا اما بصت sticular cause يا اما اديوباسك ايه اللي انا بقوله ده ايه السبب اللي ممكن يمنع او يخلي يحصل infertility ايه بعيد عن التستس ايه هو اللي قبل التستس مفيش حاجة قبل التستس طيب ما نفكر شوية مش ممكن قبل التستس دي اللي هي هرمونات مثلا مش احنا قولنا الاول اللي بيديها الامر هو فوق اللي هو الهايبوسالنوس والبيتيوتوري والحاجات دي كلها مش ممكن يكون هرمونال اه قال لي هنا الهايبر بورولاكتينيميا البرولاكتين دوت عادوه اي اي سيكس هرمون هو عادوه فهايبر بورولاكتينيميا سواء كان في الميل اول في الميل فدا بيعمل انفرتلتي تاني حاجة الهايبوغونيديزم اللي هو نقص بقى التستس ترون والاندوريجين والحاجات بتاعيتنا دي تمام كده تمام بعد كده السبب ان هو يكون في التستيكولر ممكن يكون في ايه في التستيكولر اول حاجة في التستيكولر زيت نفسها ان هي في حاجة اسمها كريبتوريجاديزم وبايلاترال انوروكيا ان هو مثلا طبعا كلنا عارفين ان هو اول من جانين يبتاد ان هو يتكون كان التستس دي اصلا موجودة جوه جوه الجسم وبعد كده ابتدت انها يحصلها وتخرج برا الجسم صح كده طيب مش ممكن يصل عيب خلقي وان هي تستستيكولر موجودة جوه وجوه طبعا درجة الحرارة بتبقى عالية جبدا ممكن تحرق الاسبيرنز وما يتكونش او يبقى دي اول حاجة اللي هي تاني حاجة الكلين فيلتر ممكن الشخص ده يكون كلين فيلتر عنده اكس اكس واي طيب هيبقى ماله بقى الكلين فيلتر ده طبعا الكلين فيلتر دوت هيبقى عنده برضو اكس اكس واي بيبقى عنده خلط في الهرمونات فده برضو بيقصر طيب بعد كده ممكن يكون انفكشن زي ايه الانفكشن زي المامس عشان كده اي اي راجل هيحصله انفكشن من المامس ده بنهتم بيه جدا جدا لان ممكن اصلا انه هو لأي سبب من الانفكشن مساجن فيها لسه في الاول او في الاخر يحصل انفكشن على طول ما لحقهوش بعد كده او تعرض لتوكسن او تعرض لكي مصيرب عشان كده الناس اللي بتتعرض في الاشعاع والحاجات دي كلها بيما معروف عنه من هو ايه تراتوجينيستي كتيره بتحصل انفكشن كتيره بتحصل وهكذا طيب ايه تاني في التستس ممكن نقوله الارتري الارتري ممكن يكون فيها تورشن يعني مسدودة فبالتالي يعمل جنجرين مفيش اصلا تستس بتتكون مفيش الغزل اللي بيجي عشان ينكبر للتستس والسبرم والحاجات دي كلها طيب والفين برضو هكذا في حاجة اسمها فاريكوسيل وده السبب اللي هنتطرق لي وهنشرحه بالتفصيل بعد شوية عمل ساعة جلوش بعد كده ممكن يكون في تيومر قفل المكان برضو تمام يبقى احنا قلنا بريتستيكولر في الهرمونات وتستيكولر يأمه مثلا في الارتري مثلا في الفين كلاينفيلتر في تيومر او برايمري اللي هو لسه من اسمها كريبتو اركيديزم بعد كده في حاجة اسمها يعني بعد التستس بقى ايه ما هي تستس بقى بتطلع بقى اللي هو والابيديديمس وبعد كده ينزل يعدي جوا البروستات والبينيس يديني فيها اللي هو اليوريسترا يعدي ما بينهم وهكذا اي حاجة بقى مشكلة فضول ده قولوا اي حاجة يعني مثلا قال لي هنا يعني ما فيش اصلا لا ولا سمين الفيزيكل ولا اي حاجة من الطريق ده مش موجود ده يعمل ممكن يكون في الباثوي ده كله سواء كان البروستات ممكن الابديديمس ممكن اي حاجة تروماتيك تروماتيك ودي شهيرة جدا فاصلا خاصة في اللعيبة بتوع المطشاط تلعيب الاصابات دي بتجيلهم كتير فيها او عندك الهرنيوتومي او حاجة اسمها الهايدروسيلكتومي يعني بيبقى مثلا ايه هايدروسيلكتومي يعني الكافيتي مليان ميا جامل فدا ضغط او ممكن مثلا شخص بيعمل عملية هيرنيا او حاجة فهو بيعمل عملية الهيرنيا يقوم جاي الجراح وهو بيعمل بدون قصد طبعا يقص الفاس ديفرنس ولا حاجة اي ميولوجيك ممكن شخص يكون عنده انتي بادي اجينيس للسبرم يعني الجسم مش متعرف عن السبرم ده يعتبره بمادة غريبة وانتيجين يروح يهجم ممكن كمان تلاقيين انه هو اصلا ما عندوش المكن لسه ما عندوش انتصاب مش عارف إلي هو اصلا لسه ايه يكون الا السين او ميديكال يعني لو الشخص ده عنده ديابيتس طبعا بيبقى مارف في اني ديابيتس دوت بيحرى وما بيبقاش عارف ان هو يتكونها اصلا ولا عارف ان هي تكبر وما بيحصلها ايش اللي هو نيتريشن بتاعها مش بيبقى كويس فمش بتكبر طيب تاني حاجة الرينال و الهيباتيك فيلير الرينال والهيباتيك فيلير بننتج عنه برضو انزومات او حاجات بتبدأ برضو انها تأثر على الميتابوليزم بتاعه طيب بعد كده ممكن ايديوباثيك يعني ممكن ايديوباثيك ان انا لقي البيرانس دول مش بيخلفه ايه السبب ايه ما مش عارفين بس انتو كده مش نافعين لبعد يبقى عادة يعني جيناتك اكتر يعني يبقى احنا تانيه كلمنا ايه كلمنا على شوية ديفينيشنز قلنا فيها ان الهايبو والهايبر يعني زيادة ونقص فيه الفوليوم قلنا قولي وفولي يعني زيادة ونقص في العدد قلنا فيها الازينوزوزبيرنيا دي معناه حاجة في الموتلتي لكن النيكرو يعني ماتت والا يعني مفيش خالص الازو سبيرنيا دوت لا فيه ايجاكيواشن بس مكوش سبيرميس وتراته يعني مش شكلها مش زي الشكل اللي احنا عارفين بعد كده اتكلمنا عمل انفرتلتي وقلنا اسبابه قلنا الدفنيشان بتاعه اما يكون برايماري اما يكون سكندري برايماري اول مرة لكن سكندري لا خلفه قبل كده البريفلانس قلنا من كل 6 قبل بيبقى فيهم 1 قبل ما يجيلو الانفرتلتي وقلنا 30% ميل و20% ميل و30% ميل وبعد كده ابتدنا نقول ان هو الاتنين مع بعض 50% بعد كده كلمنا عن الكوزس يا اما يكون وبستركتب اي حاجة سده في طريق اللي احنا عملناه نانا وبستركتب بتادينا نقسمها تاني يا اما يكون بريتستيكولر هي هيرمونات يا اما تستيكولر اي حاجة في التستس يقيمة بوستي تستيكولر اللي هي بقى الطريق اللي ماشي بعد كده اي حاجة فيه سواء كان كونجينتان في الماتري تروماتيك تيومر اي حاجة واديو بس بعد كده من احد اسباب الانفرطيتي هي عبارة عن الفاريكوسيل طب الفاريكوسيل ده كان انهي سبب مش طبع التستيكولر كان طبع التستيكولر اهو لما قلنا في الفين بيبقى فيه فاريكوسيل تمام الباريكوسيل ده بقى معناه ايه؟ الباريكوسيل ده معناه حاجة زي الدوالي كده عارفينها الدوالي ده انتزل في الرجل بتلاقي العروق بتبقى منفوخة وبينة في الرجل هو حصل هنا كده بالزبط حصل فيها دايلاتيش اولينجيش اند تورشوست للبنبيني فورم بليكسوس الفين اللي موجودة على التستيكولر التستيكولر فيه طبعا الصورة دي اهي دي النورمال فيها ايه بامبيني فورم بليكسوس او فين الفين دي مرة واحدة حصل لها دايلاتيشن اللي ازبام المعينة هنقولها او وبعد كده اولينجيشن تولت وبادئت تلفى حوالين بعضها فدوت عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الفاريكوسيل تمام طيب بيقولي هنا ان الهو كان الفاريكوسيل افكت للميل انفردلتي الفاريكوسيل ده بيقصر ازاي يعني اللي اشمعني طب ما هو ايه اللي حصل يعني ده الفين كيبريت كيبريت اعلاقتي الفين بالسبيرم ويه يحصل انفردلتي وايه اللي انا مش فاهم حين هنفهم دلوقتي قال لي اول حاجة إكستراتيستيكولار فاكتور وإنتراتيستيكولار فاكتور إكستراتيستيكولار فاكتور يعني حاجه من براتيس اللي هو مثلا ممكن الحرارة ترتفع يعني ما الفين دلوقتي ده او البلد ده مش فاقد نضغط حارة الجسم؟ او دي فبالتالي مش هتتكون اوه يبقى دي اسمها هي هي عبارة عن نظريات واحد قال الفصرها قال ان هي عبارة عن الحرارة انت كنت ان في بازو ديلاتيشن فالحرارة كتير فبالتالي قصرت على السبرماتوجينيس تاني حاجه قال لي ميتابول ممكن الشخص ده عنده مشكلة مثلا في الأدرينا الجلان او في الليفر زي ما قلنا قبل كده بيعمل بيكون عنده نقص في الميتابوليزم او متابولايت بتتكون بتروح تقصر على الميتابوليزم بتاع السبرماتوجينيس واحد جاي قال لك لا يا عم ده ممكن يكون ابديديميال سيوري اللي هو حصل اللي هو هي نفس النظرية الاولانية بس اللي هو اسمها بتسميه مختلفة وبصر احاول ان هو يلف في الكلام اللي هو حصل فيها ان البلاد رجع تاني ورجع بكمية كبيرة فعمل برضو حرق السبيرم تمام كده يبقى هي كلها نظريات يا اما يكون فيها هيت ثيوري يا اما متابولايت ثيوري هي اما تكون ابديديديمال ثيوري بعد كده الانترا تستيكولر بقى اللي جوه تستيس ممكن يعمل فيها الفريكوسيل يعني مش فاهم طيب نقول اول حاجة قال لي ان هو انترا تستيكولر اللي هو في التستيس ابتدينا ان احنا نسد فبالتالي البلاد ابتدى تجمع بكمية كبيرة بالتالي عمل فيها برضو ثيرميل وكمان عمل فيها الدم برضو لما تجمع افل التبيول تمام كده يبقى هنا قال لي اول حاجة يعني اول حاجة ان في اي حاجة جت وسدت الطريق وعملت فيها بلد بلد بكمية كبيرة فعمل برضو اللي هو يتحرق وعمل تاني حاجة قال لي مش ممكن يكون فيه انتباضي زي ما قلنا انتباضي بيهاجم السبير مع سلنا انتجين تمام في حاجة اسمه اندوكراينكوز اللي هو بقى مثلا ايه في مشكلة في اللايدكسيل اللايدكسيل مش احنا قلنا ان هي مهمة جدا في انشيات ومنتان العملية دي فدي معناها ان هي ايه اندوكراينكوز يبقى انا عند دلوقتي ايه اسباب او ايه اللي خلانا اقول ان الفريكوسيل يتقصر عن انفرتيتي ممكن حاجات برا وحاجات جوه حاجات برا قلنا الحرارة العالية تاني حاجة الميتابوليك تانية حاجة ابديديمال ثيوري بعد كده الجوه بقى جوه حصل او او اميولوجيكال جوه او اندوكراين طيب بعد كده نتكلم على الجريدز بتاعت الفريكوسيل الفريكوسيل دي انا هقسمها الجريدز الجريد الاولانية والتانية والتالت الاولانية ان انا هحس البلاط فيزيل دي يعني حط ايديا عليها هحس بالاحبال تحتية طيب وهحسها امتا هحسها كده اول ما حط ايديا لا لازم اقوله اعمل حاجة هيعمل ايه؟ هيعمل فيه حاجة اسمها بالزالفا مانوفر يعني ايه بالزالفا مانوفر يعني هقوله اعمل فيها وانت سادد منخيرك وبقك يعني هيساد منخيره وبقه واقوله انفه بقى البر هيبدأ بقى بعد كده الفين تتضخم وحسها ما الجريد تو امتا هتظهر امتا لا وزقوت اي حاجة اللي هو هقوله ما تعملش حاجة لا ده انا حسها من غير ما تعمل اي حاجة طب جريد تلاتة ده انا هشوفها يعني هشوفها وبس مش هحسها وزقوت بلبيشة يعني من غير ما حسها هلاقيها متشافهة ايه زهرة قدامي مش محتاجة ان انا حسها ومال يعني ايه ساب كلينيكل دوت اللي هو انا مش حاسس حاجة بس هشوفها بالدوبلر يعني ما جهشوف تحت الدوبلر ايه ده انا هلاقي بقى تغير في البلات سابلاي ولاقي اللي هزرق كتير ومش عارف ايه فده معناه هو بصدب تباجي عمل بلبيشة لا مفيش حاجة يبقى انا الجريد زي بتاعة الفاريكوسيل مهمة جدا 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 وفي الامسكيو عليها اسئلة كتير اول حاجة الجريد 1 ان انا بلبيشة امتى كده وخلاص ولا لازم اقوله حاجة لا لازم يعمل فالزالفا منوفر لكن جريد 2 وزقوت فالزالفا منوفر جريد 3 من جير ما هتعمل اي حاجة ده انا شايفها اصلا بعنايه مش لسه هعمل فالبيشة لكن في حاجة اسمها ساب كلينيكل اجهى تحت الاجهزة اجهى هشوف بعنايه لا مفيش بس الاجهزة بتقول لي ايه ان فيه فاريكوسيل بعد كده في حاجة اسمها اللي هو بقى خلاص اخر حاجة خلص خلصنا اللي هو الانفرتلتي هبدأ ان انا اعلمه ازا يبقى احنا اتكلمنا عن الانفرتلتي وكلمنا عن اسبابه وكلمنا ان هو برايماري وبعد كده اخدنا واحد من اسبابه اللي هو الفاريكوسيل وبعد كده نتكلم عنه بعد كده نتكلم بقى ان هو اعالج انفرتلتي ده كله ازاي انا جاي واحد بيشتك ان هو عنده انفرتلتي هبدأ اعمل ايه نمشي بقى اول حاجة كده زي حاجة في البطنة اللي هو هبدأ بقى اخد اول حاجة انا اخد منه ابدأ ان انا اسأله السمتومز اللي بتظهرلك طيب ديوريشن المدة يعني المدة بقى لها قد ايه طيب فيه كان فيه حملة قبل كده اصلا حصل حملة ولا ما حصلش خارص طيب فيه ولاد اصلا ولا لا طيب الوايف مالها كويسة هتهالي نشوفها برضو كمان كويسة ولا ممكن يكون نلعب منها هي يبقى دي اول حاجة تاني حاجة سيكشوال هستوري بقى هبدأ ادخل على السيكشوال هستوري اقوله هشوف البوتنسي عنده عاملة ايه هشوف الليبريكنس فيه ساعات الليبريكنس لما بيستخدموها بتموت السبيرما اصلا ما بتلحقش انها تدخل جوا الفيميل جينتال سيستم بتموت وهي برا لسه طيب عدد الانتر كورس هل هي هل هي فريكونسي ولا لأ ده انترابتد والذوب بيسافر وبيعد برا كتير وبعد كده بييجي مفيش مفيش ريجولاريتي في الانتر كورس طيب وهو صغير اسأله هو انت صغير هل مثلا كان عندك ولا لأ معيني برضو انا هكشف عليه واشوف هل عنده ولا لأ طيب هاخد منه برضو هل انت عندك مرض زي ما قلنا الضيابيتس او حاجة في الرينا او حاجة في الهيباتيك او ملتبول سكليروز سكليروزيس دي يعني حاجة في مرض بيبدأ ان هو يتجمع فيه ترصبات تبدأ تترصب على كل حاجة في الجسم تبدأ تترصب على الكيدنيا على الليبر ومنها التستس وحاجة اسمها هيرنيو كان عنده هيرنيا قبل كده وعمع العملية وبيعالجها ممكن يحصل خطأ مثلا سيرجيكال طيب هل جالك انفكشن قبل كده زي المامس او حاجة اسمها طيب هل انت كنت بتتعرض يا بنسأل على كل الاسباب فاكرين الاسباب اللي احنا قلناها هي خودوا كل سبب وبدأ اسأله عنه طيب كان فيه فاميليوهيستري هل كان فيه مثلا ديزيز زي سيستيك فيبروزيس اللي هو حصل بقى فيبروزيس في التستس او او فيرست ديجري او فيرلاتف عندهم المرض ده ولا لا ممكن انت ورس منه الحاجة دي تمام كده يبقى انا ببدأ اخذ منه وبدأ اسأله عن كل حاجة تجي في دماغ طيب بعد كده خلصت الهيستري نبدأ بقى نشتغل اعمل فيها ايه اول حاجة اجزاميناشن اجزاميناشن بقى اللي هو هبدأ بقى ريومه على السيرو وبدأ افحص طيب هفحص ازاي اول حاجة جنرال اجزاميناشن هبدأ ان انا بص على الحاجة اسمها طيب والبادي هير هيفيدني مش البادي هير لو حصلوا فده معنى عنده مشكلة فيه هيخص هرمون طيب ثانية حاجة بدأ ابوص فيها على البريست عنده اشوف هل في جاينيكو مصطيا ولا لا تمام تمام اه 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 دا كله اصلا عبارة عن اه برضو فيه حاجة اسمها انه قيت برو بوشنز يعنى برضو هبدأ ان انا ابوص على حاجات تانية برضو بتتأكد لي ان هو مثلا ايه عنده اه كاراكتر فاهمين طيب بعدك انا عندي بعديها بص على البيناس البيناس دوت هل في مشكلة يعني هل هو مثلا ام ام مثلا في كيرف معين هل هو مثلا طويل زياد عن اللزوم هل هو قصية زياد عن اللزوم في اي حاجة من الحاجات دي طيب بعدك كده بص على هل سكروتم هشوفها اول حاجة هي هنا الكلام نازل في بعضه يعني هل هي كبيرة زيادة عن اللزوم هبص برضو على البيديديمس برضو وابص على هل في فريكوسيل هل في اي حاجة مختلفة في سقار فيها اتعرض لخبطة فيها قبل كده اي حاجة من الحاجات دي كلها وبردو لو الابديديمس فيها مشكلة هيباين لان الابديديمس مع التستس جوه جوه السكروتم تمام تمام بعد كده بابدى اعمل فيها اجزامينيشن عن طريق بي ار اجزامينيشن عن طريق انا بعمل فيها فلوشن لحاجة اسمها بروستيك سايز الحاجات بقى تانية يعني اا اللي هو مش التستس بقى لا بابدى ابص على البروستات شوية شوف هل هي مثلا افلى الباصوي بتاعي اا هل في اا ماس موجودة هل في اي من اي نوع اا تمام تمام يبقى انا عندي دلوقت في الالبزيكال اجزامينيشن ببدي علينا جن 놀�است دا بص على الحاجات اللي هي الفيميناست اللي هو ممكن يكون عنده فيها في ي вход في الهيرد ستس تروبيوشن موجود اااااااااا واااااااااااااااااااااا البيناس تبص فيه اخبارها سليمة ولا لا. طب الباسوي بتاعي ده كله في اوبستركشن ولا لا. طبعا انا هنطلق الارتساوند. طبعا. نيجي بقى للعلاج بتاعي اللي هو العلاج الفعليا. طب هتدي له بقى علاج ايه. فيه ثلاث انواع من العلاج. نوع اسمه specific treatment. ونوع اسمه فيها empirical treatment يعني. انا مش. انا مش. انا مش. انا مش. انا. كل الحاجات اللي عملتها ده كله. انا مش عارف السبب من ايه. اللي هو الاتيوباثك. انا مش عارف سبب ايه. ساعتها تدي له بقى العلاج ده. او حاجة اسمها assisted fertilization. يعني ايه? specific treatment. specific treatment دي ان انا هبدأ بقى ان انا اعالج. ايه? الهرمونات. ممكن عنده مشكلة في الهرمونات. عامله فيها hormone replacement. تمام. بعد كده حاجة اسمها البريدنيزولون. البريدنيزولون ده بيستخدمه انت في علاج اللي هو عنده. لو انا اكتشبت ان هو عنده الهايبر بريدنيزولون. او اي حاجة او اي حاجة من الحاجات دي مش رائع. اكيد هديله انت بيوتك. اكيد هديله انت بيوتك. طيب في حاجة اسمها برومكريبتين. ده بستخدمه في حاجة لو هو عنده فيها هيبر برولكتينيميا. فاكرين لما قلنا الهايبر برولكتينيميا دي عادوة عادوة السيكس هرمون وعدوة العملية اللي بتحصل علشان يكون فيها سواء كان الاسبرمة او الاوفن في الميل او الفيميل. يعني هي سبب اصلا في الميل والفيميل. في الميل والفيميل. تمام? فديله فيها برومكريبتين. يبقى تاني يا اما البريدنيزولون عشان عالج لو هو عنده انت بادي اجنس الاسبرم لو هو عنده انفكشن ديله انت بيوتك البرومكريبتين قلنا بيستخدمه امتى لو هو عنده فيها هايبر برولكتينيميا. طب تمام. بعد كده عندي فيها حاجة اسمها امبريكال سيوري. يعني انا خلاص عملت كل فحوصاتي عملت الاجزامينيشن خدت هيستري. فديت ان انا شوف كل حاجة واعمل الفحوصات وكل حاجة ما توصلتش لأي حاجة. فده عبارة عن اديوباثيك. طب ابدأ ان انا اعمل ازاي؟ اعلجه ازاي بقى نتوقتي. اول حاجة قالي آآ أنتي استروجين. يعني إيه آآ انتي استروجين. عارفين اللي هوآآ هاا ابدأ اجرب معاه اي حاجة كده ممكن ممكن الحظ يدرب لمرة دي وييجي معايا. فانا هجرب مسلا الاستروجين. اهو الاستروجين دوت هيزويضلي ال f s t e う l h ممكن الخلاص ليكون منه. هابدأ اديله فيها ال intentروجين. هابدأ اديله فيه حاجة اسمها جنادو تروبي. تمام? هبدأ اعمل فيها الحاجات دي كلها. تمام كده? ممكن الحظ يضرب معي وتاوي ويعمل نتيجة. طيب في بقى بعد كده خلاص مفيش ردته علاج ما نفعش ما حصلش اي حاجة. ابدأ بقى او عنده ومش عايز يعمل عملية او اي حاجة اي ان كانت. المهم انا عايزة دلوقتي اعالج بس من غير ده. هبدأ اعمل ايه? قال لي فيه هنا ثلاث حاجات. في حاجة اسمها تمام? في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها او المهم اللي هو هنقوله التلاتة دول عبارة عن ايه? اول حاجة يبقى هو حالة من ثلاث حالات لو هو مش عايز ياخد دوت. ابدأ اعمل ايه? ابدأ ان انا ادخل ادخل انا بنفسي جوه لحد التستس وابدأ اخد منه السيمن دوت. وبعد كده بسرنجة وقوم جاية حقناه جوه اليوتريس عندي. احقنه. هحقنه فين? والله يقال لي ممكن انترا فيجينال. انترا سيرفايكل. انترا يتراين. اي مكان جوه? اي مكان مش هتفرق ببقى حسب نوع سرنجة معينة وعلى حسب العينة اللي باخدها والحجم والمرحلة ومش عارفة والحاجات دي كلها. ابدأ ان انا احقنه جوه الفيميل جينتال سيستم. طيب فيه حاجة اسمها انفيترو فيرتولايزاشن. انفيترو فيرتولايزاشن دي طبعا عارفين اطفالي القنابيب وعارفين اللي هو يعني انا هاخد من المية اللي هاخد منه السبيرمس او اللي هو السيمين واخد من الفيميل البوايدة والاوفم وقم جاي حطوهم اللي اتنين في قنبوبة. ويبدأ اللي اتنين دول بقى يبدأوا يحصلوا فيها ايه? يحصل لي العملية التعتيجة. تمام كده? تمام. بعد كده عندي بعديها هنا حاجة اسمها الانترا سايتو بلاسميك سبيرم انجيكشن. لا ده انا هي يعني هنا على الاقل اليان بيترو فيرتولايزاشن انا كنت جايباهم الاتنين وحطتهم في علبة وستهم الاتنين بقى اه هي زي العلبة اللي موجودة هنا كده. ادي الاوفم و ادي البتاع دي. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اسيبهم الاتنين مع بعض ويحصلهم فيه في حاجة اسمها الجاميت انترافالوبيان ترينسيفي او زايجوت انترافالوبيان يعني انا اخد فيها بعد بعد كده بقى لما يحصلوا بقى الفيرتولايزاشن يبدأ يكوني مثلا ايه لسه في مرحلة الجاميت او لسه في مرحلة الزايجوت هدى ان انا اخدها و هزراعها بقى جوه الفيرتولايزاشن يبدأ كده عشان تكبر كده مش هتكبر بره يبقى دية يبقى اول حاجة الانسيمينيشن هاخد السيمن وحقينه جوه. الان فيترو فيرتولايزاشن لا ده ناخد السيمن و هاخده البوايدة وحطهم الاتنين بر بعد كده ادي ازراعها جوه. طيب بعد كده في حاجة اسمعي انتراسايتو بلازميك سبيرم انجيكشن دي واضحة جدا 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 جدا. يعني انا مثلا ممكن يكوني السبيرم مثلا مشلول في الحركة. مش عارق ادي السبيرم و ادي الاوف. مش عارف يوصل لهنا. لا ده انا اخده بنفسي و ادخله جوه. زي مثلا هنا كده دي سرنجة و اسمها مايكروبيبت. بقوم جاي حط فيها السبيرم و قوم جاي حقناها جوه جوه ايه جوه الاوفا معاني. تمام كده. دي كلها تديد عباره عن ثلاث وسائل علشان عالج الانفردينت. تاني سريعا كده خلصنا المحاضرة. تاني سريعا نراجع بقى احنا قلنا ايه في المحاضرة كلها. اول حاجة اتكلمنا على الميل جينتل سيستم. قلنا الميل جينتل سيستم بيتقوم من اول حاجة تستس وفيها ابديدنس من فوق. يطلع من خلال فاس ديفرانس اللي هو الطيوب الطويلة دي. وبعد كده يحدى من خلال السيمينال PHYM وبعد كده يحدى من البروستات والبينيس ويوصل تحت كده من خلال اليورسل. بعد كده قرنا عملية السبرماتو جينيسيس بتحصل فيه في طيب فيها ايه عبارة عن مرحلين. حاجة اسمها سبرماتوجونييوجينيس وحاجة اسمها سبرميوجينيس.السبرماتوجونييوجينيس منها بحيف حاجة سامة سبرماتوجونية لحاجة اسمها مرايماريي سبرماتوسايت. وسكون درouverماتوصايت respectfully. وبعد كده المoseعدة دي عملية الاسبرماثوجينيسيسез وبعد كده الاسبرماثوجينيسيس بحول بقى الاسبرماتيدي دي ودي مش عملية اللي هو انكسامه كده لا. هي برا عن عملية بس ان هو يبدأ يطلع لها رأس يطلع لها دير كده. تمام تمام? وبعد كده اتكلمنا على لما اخد السيمين اتكلم عن البرامترز الموجوده في. يعني مثلا بتاعه عبرا عن واحد ونص قلنا زيادة في في الفوليوم منقص اللي هو هايبو واهايبر. وبعد كده الكوينت العدد خمس تشعر مليون قلنا زيادة سيادة ونقص بعد كده كلمنا على 50% وكلمنا على 4% منهم بيبقى فيهم خلل و البيئة شمالها القلائي طيب وبعد كده فيه الليكويفاكشن طايم بعد قد ايه بعد 20 منت كلمنا عن همونالكنترول اللي هو الهايبوثالاميك مهمة الهايبوثالاميس بيطلع جونادويتروفين ريليزنج هرمون للبيتيوتري وبعد كده للتستس ويطلع الـ LH و FSH وكل واحدة بتأثر على السل سوائي اللايدكسل او السيرتولي سل بعد كده دخلنا بقى في الشركة التانية من المحاضرة اللي هو شوية ديفينيشنز قمنا هايبو وهايبار زيادة في الفوليوم اوليجوبولي زيادة فيه او نقص في العدد الازينوزو سبيرميا اللي هي حاجة في الموتيلتي النكرو يعني حاجة ديد تيشو اه مفيش خالص ازو يعني فيه بس مفيش فيها سبيرم بعد كده اتراتو يعني 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 ديسمورفك تشينجس طيب بعد كده تعرفنا عرفنا الانفيرتيلتي يعني يكون برايمري يعني يكون سكنتري وان البريفلانس واحد كل سيكس قابل 30 في المية في ميل و20 في المية ميل وبعد كده يعني كله تقريبا 50 في المية وقلنا السبب ممكن يكون حاجة اوبستركتف او حاجة نون اوبستركتف وقسمنا نون اوبستركتف لبريتستيكولارية هرموني اما تستيكولار اي حاجة في التستيكولار ومنها البريكوسيل اللي هنتكلم عنها وبعد كده بوس التستيكولار كونجينتل اي حاجة في البنسوي اللي احنا قلناه بعد كده كلمنا على البريكوسيل اللي هو بيحصل فيها دايلاتيشن الونجيشن انتتورش واس في البلاد بيزل او اللي هي البنبين فورمي بليكسوس دي شوفوا شكله من هنا الهنا عامل ازاي طيب ايه المكانزمة او ايه السر ان هو يعني دالي موت السبيرم قال لي نظرياتي ممكن يكون اكتراتوستيكولار لسببها اول حاجة هيت او سببها ميتابولايت او افيديدمس بعد كده عندي انتراتوستيكولار لسببه ممكن يكون اوبستركتشن جوه تستيس او اوميالولوجيك او ممكن يكون اندوكرار بعد كده كلمنا عن الجريد زي مهمة 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 جدا اول حاجة جريد وان ان انا هابدي عملاها البريكوسيل اقام البريكوسيل والظالفا مامخدشيه ومن licensed سياحها المساكدة بعد كده عندي بعديها ازاي عمله ماناجمينت اخد منه history بعد كده عمل examination بعد كده تده treatment والله انت مش عايز تاخد علاج treatment علاج وكده خلاص ندخل بالايه بالجراحة واللي هو نعمل بقى اللي هو اطفالي الانابيه والحقن المجهري والحاجات دي كلها تمام بس الاول اخد منك history اعرف تعرضت لأي حاجة كان مرض وراسي كان عندك infection كان وانت صغير كان حصل حاجة اي حاجة من الحاجات دي كلها بعد كده ندخل بقى physical ابدأ اكشف عليه واشوف بقى ال hair عامل ازاي جينوكم مصطية واكلم على ال penis كمان واكلم على scrotum وبعد كده برضو منساش ان انا اكلم على brustet حاجات تانية زي brustet مثلا ممكن يكون فيها مشكلة او ممكن يكون فيها ماس او اي حاجة مثلا سادد في طريق ده طب العلاق الناس specific اللي هو يعني انا عرفت الكوز هعالج الكوز لو هرمون هعالج بهرمون لو الكوز انت بطل لو الكوز عبارة عن انفكشن لو كوز هايبربرولاكتينيميا ديول حاجة اسمها برونكوكربتين تمام تنسوش البريدنوزولون تمام بعد كده طب انا مش عارف الكوز عامل ايه والله اجرب بقى ها ادي له مثلا ايه انتي استروجين ممكن يعمل حاجة وادي له مثلا اندرجين ممكن يعمل حاجة تمام بعد كده عندي assistive fertilization قلنا اللي هي insemination هاخد السيمن وامجح اقناه جوا الفيميل طيب in vitro fertilization لا ده انا هاخد السيمن واخد من الفيميل الاوفم وحطوه من الاتنين في علبة ببرة ولحد ما يكونوا سواء كان فيها الجميط او سواء كان الزيجوت وابدأ ادخله جوا اللي هو الجفت والزفت تمام بعد كده عندي فيها حاجة اسمها انتراسيتوبلازمك سبيرم انجيكشن هبدأ انا اخد سبيرم بنفسي وابدأ ادخله جوا الاوفم عشان يبدأ ده اسمه حقن مجهري اللي هو اي سي اس اوي تمام خلي بالكو عشان ايه الاختصار من غير الكلام اا باخد السبيرم وادخله جوا ويكبر بعد تمام بس كده خلاصنا محاضرة رب تكون خفيفة ولزيزة وسهل عليكو اا وشكرا